السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا سهلا بكم طلاب اولى سنوي مع فيديو جديد في قناة العبكاري. النهاردة نتكلم ان شاء الله مع بعض في الدرس التاني في الفصل الاول في الباب التاني. نبدأ مع بعض ودلسنا الحركة في خط مستقيم. وصفناها بحاجة اسمها السرعة. النهاردة نصفها بتاني حاجة اسمها العجلة. نخلص العجلة وعلى طول نحل امتحان او اسئلة مهمة جدا على السرعة والعجلة. يتلخص لنا كده الفصل على بعضه. الفيديو الجاي بكرة بازن الله. خلان نبدأ مع بعض نشوف يعني ايه عجلة ونفهم التفاصيل بتاعتها. وزي ما قلنا ان هي زي السرعة بالزبط فاركزوا معيها فيها. قبل ما تركزوا معي ريتشاركوا الفيديو مع زمالكم. تكتبوا لنا في التعليقات الرد على سئلة لانا دايما بسألها في الفيديو. خلان نبقى نتابعين مع بعض وبعارف انكم فاهمين ولا لا. العجلة معناها ايه ببساطة كده احنا خدنا طبعا العجلة وقانون بتاعها في الباب الاول. بس ما كناش فاهمين معناها. قولوا بقى نفهم معناها. معناها افاهمه لك بالحية اللي انت المفروض تفهمها. وقعد كده قولك التعريف بتاعها هو ايه. ببساطة كده لما يكون في عربية ماشية زي ما احنا قلنا في المرة اللي فاتت. هل العربية اول ما بتطلع وهي واقفة بتمشي بنفس سرعتها? لأ. ما اللي بتعمل ايه? كان سرعتها صفر. بعدين بقت عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين ثمانين. احو كده. اللي انا قلت لك ده ان العجلة. سرعتها بتزداد بمرور الوقت بمقدار عشرة. تاكنت صفر. بعدين بقت عشرين. بعدين بقت تلاتين. بعدين بقت تربعين. هي بمرور الوقت بتزداد عشرة. العشرة دي هي العجلة. يبقى ايه بقى هي العجلة? مقدار ومعدل الزيادة في السرعة. اللي بتشوف السرعة كل ثانية بتزيدها دقيقة. يبقى هي دي العجلة بالزبط. بتاع كده نكتب لها قانون وتعريف. اول حاجة نكتب التعريف اللي هنجيب منه القانون. ما هي معدل تغير السرعة. انت توقفني تقول لي يا مستر مش انت قلت معدل زيادة السرعة. اقول لك لا. ما انا قلت لك تغير عشان احنا باللوقتي بنتكلم مادة علمية بدقة. كل السرعة اللي في الدنيا بتزيد بس. هي كده اما باجأ بعدين سبعين ستين خمسين اربعين تلاتين عشر اصفر. وهكزا. فيبقى هو معدل تغير. قد يكون بزوده قد يكون بنقص. وده هيودينا للنوعين بتوع من العجلة. هي نوعين بطريقتين. اول نوع احنا اتكلمنا عنه الوقتي. اما بزود اما بنقص ده نوع. تمام كده? طيب. المهم بس في التعريف وقانون. معدل تغير الصرعة. طيب معدل الزمني للتغير في السرعة. بدقة يعني. فلو كتبنا القانون الاي هي المعدل الزمني للتغير في السرعة يعني في على تي. طيب لو عايزينها بطريقة اضبك شوية هنوم قايلين ان العجلة هي السرعة مسلا ان انا وصلت لها. بس السرعة انا بدأت بها في الفترة الزمنية دي. يعني مسلا انا وانا ماشي في الطريق اهو. جيت في الثانية الخمسة بصيت لقيت السرعة في البداية كانت عشرة متر على الثانية. بعدين جيت وانا ماشي كده بصيت على الثانية العشرة. لقيت السرعة بتاعتي ميت متر في الثانية. تمام كده? كيبه بقوم اي نقص في يعني مية. ناقص في البداية كانت عشرة او كام عشرة اهو. ولاة الفترة الزمنية من خمس ثواني لعشرة ثواني يعني كما خمس ثواني على بعضها دي اللي هي اسمها دلتا ти والدلتا تي نفعها أقولها نية تي تو مائنس تي ون او تي فاينل مائنس في اي نيشيل وانيبط عندك في دمائيك كل الأفكار الديلتا تي على بعضها معناها الفترة الزمنية تعال كذلك نكتبها يسمها الفترة الزمنية حد RTX رفي phosphat�� old one وعلى اللقاء لكن الصور عزات من عشر المية في خمس ثواني يبقى الدلتا تيه الخمس ثواني. ما الدهليش يبقى بطرح الزمن الثاني نواصل اولاني. والنهائي نواصل ابتدائي. يبقى تي كانت خمسة وبعدين عشر وعشر نقاس خمسة يديني برضو الخمس ثواني. يعني النهائي وان الشيال يعني ابتدائي. زي اللي هي واحد يعني في المرحلة الاولى. اهو. والتي اتنين اللي هي في الحالة التانية وفي النقطة التانية اللي هي. تمام كده? ايه ده المفروض احنا فهمنا يعني ايه تغير في السرعة. وده معناه نسبيا ان في حاجة ان العجلة هتبقى صفر امتى? لو ما فيش تغير في السرعة اللي هي دلتا في بتساوي صفر. دلتا في على دلتا تي تغير في السرعة خلال فترة زمنية معينة. تمام كده? امتى ما يبقاش في عجلة? لو السرعة تبتة. ولو السرعة بتتبير او بتزداد او تقل يبقى في موجود عجلة. طيب العجلة بقى هعرف بتزداد او تقل ازاي? ده نعرفه في التصنيف بقى بتاع العجلة زي احنا مرة اللي فاتت خدنا تصنيف السرعة من كزا وجهة نظر. قالوا ناخد ناخد تصنيف العجلة من وجهة النظر الاولى اللي هي متطابقة بالزبط مع وجهة النظر بتاعت السرعة بتاعت المرة اللي فاتت. وانا هنقول ان العجلة عاجة من الاتنين. ثم ان هي منتظمة. فاكرين يعني ايه منتظمة? حد يقول لي يعني ايه سرعة منتظمة? يعني ايه سرعة منتظمة? ايوة. يعني ايه سرعة منتظمة? افرد تقول لي الوقتي بيوتو في التعليقات. طيب تعالوا نشوف يعني ايه بقى عجلة منتظمة. نلاقيها نفس التعريف بالزبط معي اختلاف ان التاني كانت بتوصف السرعة. هنا بنوصف العجلة. هناك لما قلنا السرعة المنتظمة كانت هي ايه? ايوه زي ما انتم قلته كده. انما العجلة المنتظمة هتكون ايه? هناك السرعة كنا بنتكلم عن المسافة بتتغير المسافات متساوية فازمنا متساوية. فبتديني السرعة المنتظمة. ثم هنا انا بقولي العجلة بتوصف التغير في السرعة. تمام? يبقى التغير في السرعة معناها ان انا الوقتي عايز ايه? السرعة. تمام? يبقى بتتغير المسافة. كل السرعة. تركز السرعة. انا بتتكلم على العجلة. توصف اللي قبلها. اللي هي السرعة. يبقى العجلة بتوصف السرعة. يبقى نقولي السرعة بتتغير بمقادير متساوية. كلال ازمنة متساوية. تمام كده? دي لو هي منتظمة. يعني كل شوية في اول المساء قلت لك كنت نا سفر بعدين بئت عشرة بعدين بئت عشرين بعدين بئت تلاتين. وكل ثانية بزيد عشرة. ل�ه معناها سرعة منتزمة ازداد فيها السرعة او بتطير مقادير متساوية خلال ازمانة متساوية وهنا طبعا هيكون العكس مقادير متساوية خلال اسمانة مختلفة او مقادير مختلفة خلال اسمانة متساوية. وده كان اول بصنيف عايزين بس ناخد شوية علاقات بيانية مهمة جدا يركز فيها. بس خلينا قبل ما ناخد المنحنات ناخدها كلها في الاخر مرة واحدة. ناخد النوعين التانين للعجلة. تعرفنا اول نوعين ايه? منتظمة او ايه المنتظمة? منتظمة يعني السرعة بتزيد بنفس المقدار كل ثانية او بتقل نفس المقدار كل ثانية. انما هنا المقادير مختلفة. ناخد لها بسبب الارقام عشان تبقوا مركزين. يعني بمرور الثواني كل ثانية السرعة هنا مسلا كانت زيرو بعدين بقت عشرة كده بقيت عشرين. بعد كده بقى تلاتين. بعد كده بقى تربعين. دي معناها ان في عجلة منتزمة. بتزود السرعة بنفس المقادير كل سانية. انما هنا تكون زيروا عشرة تلاتين تبعين. مية مية وخمسين. هنا ايه بيحصل? اوها مرة زت عشرة زت عشرين زت اربعين زت تلاتين مرة خمسين. تمام كده? يبقى دي سرعة ايه? عجلة جير منتزمة. يعني اه انا بزود السرعة كل شوية بزودها بس بمقادير مختلفة. مرة زودها عشرة مرة عشرين مرة تلاتين مرة أربعين وهكذا. تمام? ده كده بالنسبة للنوعين دول. قبل ما نكمل النوعين التانيين تعال كده نشوف عشان تفهم المعنى واحدة القياس عشان في ناس مش بتبقى فهم الحاجة حافظها كده وخلاص. واحدة القياس العجلة بتجيبها منين? اولا هنجيبها من القانون. والله دي سرعة يبقى متر على الثانية. ودي زمن يعني سانية. انا بحب اكتبها كده ليه? عشان تفهم ان هي السرعة بتطير بمقدار كام متر على الثانية كل ثانية. وصلت طبعا حافظين. السنية دي تنزل لتحت. هم يقولين ان هي متر على الثانية تربية. قد فهم يعني ايه متر على الثانية تربية او جيت ازاي او منين? ببساطة كده معناها احنا قلنا السرعة بتطير كل ثانية بمقدار كام? مقدار السرعة. السرعة محديتها ايه? متر على الثانية. تبقى انا كل ثانية بطير خمسة متر على الثانية. هنا كل ثانية السرعة بتطير بمقدار عشرة متر لكل ثانية. همين حاجة? هي مقدار السرعة اللي بيطير كل ثانية. لو زبطناها كده واختصلناها فهتبقى متر على السانية تربية دي واحدة كويسة. ايه بقى هم انه يعني التانيين واللي احنا اتكلمنا عنهم هنا من شوية? انه السرعة ممكن تطير تزيد وتطير تقل. ممكن ما تطيرش اصلا لو العجلة ايه? بصفر ده بيودينا الاحتمال او التصنيف التاني ليه العجلة من هي لها ثلاثة حالات. اول حالة احنا اعرفناها خلاص وليوي ان العجلة بتتساوي صفر? اسمها عجلة صفرية يعني ايه عجلة صفرية? Marcus يعني مفيش عجلة وينفع الجسم يمشي من ايه العجلة? قوي عادي. يعني سرعة السابتة احنا اخذنا المرة التي فاتت في سرعة منتظمة سرعة متبيرة او غير منتظمة لو هي السرعة منتظمة يعطي العجلة السفرية. طبع ده امتى تكون العجلة الصفرية لو السرعة منتظمة تمام كده؟ يعني السرعة بالبالدي سبتة. يعني بالبالدي السرعة لا تتغير. يعني لو انت عايز منحنة السرعة مع الزمن تلاقي السرعة سبتة كده. تمام? يعني لو انت عايز منحنة الازاحة مع الزمن تلاقي الازاحة بتتغير بالمقادير المتساوية في ازمنة متساوية. معناه ان هي السرعة منتظمة. كل ده معناه في الاخر ان العجلة لو انت عايز ترس من المنحنة بتاعها تكون فين بقى يا ترى يا هل ترى الناس الشطرة المذاكرة كده. مفيش عجلة. مش المسافة بتطوير القادير متساوية في ازمنا متساوية. يعني السرعة سابتة. يعني مفيش عجلة. يعني مفيش طوير في السرعة. دي كده كانت اول حالة ببساطة. وهناخد الحالتين التانين بنفس الطريقة بالزرعة. هنا احنا عندنا اي رقم في البشرية بيتكون تلاتة حاجات. اما صفر اما مجب. هنا في عجلة مجابة. اما سالب. في هنا عجلة سالبة. نبدأ بالمجابة. يعني ايه مجابة? والله يبي العقل والمنطق. هل مجابة يعني هزيد? واللي هقل? هزيد. او حاجاتة. يبقى العجلة المجابة امتى? بتعمل ايه في السرعة? هنا قلنا السرعة منتظمة. هنا المجابة ليها اسم تاني عشان نبقى ماشيين نفس الفكرة. مجابة او صفر اسمها صفرية. المجابة اسمها ايه? مش مجابية يعني. تمام? هتكون ايه? تزايدية. تزايدية. اللي هي مين? سرعة. خلان نوصف فيها السرعة. بلاش نوصف فيها العجلة. تمام? دي سرحنا نفسنا الحمد لله. ايه هي? ان لو قلنا ان العجلة تزايدية مش دي اللي احنا بنتكلم عليها. العجلة التزايدية بتكون هنا. تزماعة تاني كده. ان العجلة الجير منتظمة بتكون ام تزايدية ام تناقصية. يعني ايه الكلام ده? يعني انا هنا كنت بزيد. هنا زودت عشرة. بعدين زودت عشرين. بعدين زودت تلاتين. فمنقدر العجلة ذات نفسه بحد دها نفسها كده العجلة نفسها هي اللي بتزيد. فبتلق اسمها عجلة تزايدية. نركز في الوصف عشان الناس معاملة الدنيا كده وفي الفصل ده. طلبة او مدرسين للأسف وبعض الكتب الخارجية. اللي هو ايه? كل حاجة مشبك في بعضها. بقى بنفصلش دماغنا نتكلم ده ونتكلم ده كل واحد لوحدة. عما اجي اتكلم على العجلة غير منتظمة هي حاجة تلبخ. انا كنت هتلبخ فيها اساسا. بس ما ينفعش ككتاب او مدرس يشرح الموضوع بلبخ. نركز فيها ونفصل الدنيا عن بعضها. العجلة ايه? خير منتظمة يعني بتطير. لما يكون العجلة بتطير يبقى يا بتزيد يا بتقل. يبقى العجلة لما بتزيد بيبقى اسمها عجلة تزايدية. ولما بتقل بقى اسمها عجلة تناقصية. تمام كده? ركزين معي. ايه فرق ما بين ده بقى وما بين ان هي موجبة او سالبة. ونفصل ما بين ان العجلة تزايدية او تناقصية وما بين ان هي موجبة او سالبة. ليه? ركز معي لما نفهم يعني ايه عجلة موجبة? واوضح لك الفرق ما بين الموجابة والتزايدية والتناقصية. لان العجلة الموجابة ركز معي. الموجابة قد تكون تزايدية وقد تكون تناقصية. شايف انت الفكرة فين? المتين دولة وفهمتهم. مش هادف عليك اي اسؤال في العجلة التانية بعد كده. ولا في السرعة ولا في اي حاجة في المنهج. لاني ده اكتر حاجة بتلبك الدنيا في المنهج. المهم يعني ايه عجلة موجابة? يعني ببساطة بتزود السرعة. عجلة موجابة بتزود السرعة. بنعرفها امتى والله النوع الجسم كان ماشي كده? الناس اللي لها في العربيات بقى العربية بتاعتك ماشي هاي. لما انت بتدوس بنزين. بيتعمل ايه? بتزوق العربية ال قدام. اللي بتزوقها الوراء. انت مسب Rid Melissa السرعة فانت ماشي في حالك مفيش عجلة. بنا دست بنزين بقى بجيب تغير في السرعة صح? بتغير في السرعة اللي بيدوس بنزين بعمل ايه? بيزوق القدام. انت في عندك حاجة بتزوق القدام. الحاجة اللي بتزوق القدام دي بينتج عنها عجلة في نفس الاتجاه اللي انت بتزوقي في ده. تمام كده? طيب انت كنت ماشي القدام وعم حد بزقك تاني القدام. ايه اللي هيحصل? طير له قدام. عبية ما بيدوس منزين بتلاقي عبية متطيرة فجأة كده. بالزبط ده اللي بيحصل. انت بقى بيكون العجلة موجبة. لما يكون السرعة والعجلة. ثم الاتنين مع بعض نفس الاتجاه. مركز معي. هنمركز. طيب. طيب يعني لما يكون فيه جسم ماشي كده. السرعة بتاعته هيا. بالنسبة لنا ممكن تكون سالبة. مثلا. بس عجلته كده. يبقى العجلة دي ايه? سالبة ولا موجبة? انا ببص على ايه? العجلة دي علاقتها ايه بالسرعة? الاتنين في نفس الاتجاه. يبقى العجلة هتزود السرعة. يبقى اسمها عجلة موجبة. تمام كده? يبقى مفيش حاجة عندنا احنا لين الكلام ده بنفاصل المتجهات. مفيش حاجة اسمها مين موجب? حاجة اسمها شمال سالب. انا حركتي القدام. بدأت الحركتي وماشي القدام. فبقى ده اتجاه الموجب. تمام كده? طيب انا ماشي الموجب. وفي حاجة زقتني القدام في نفس الاتجاه. يبقى هتزود سرعتي. اسمها عجلة موجبة. طيب لو انا من البداية كنت ماشي كده. ناحية الشمال. ومعرفش انت شايفني ايه الوقتي المهم من ماشي عكاست اتجاهي. بس انا هبدأ حركتي اهو هبدأ اتحرك كده. فده اتجاه الموجب. من حد زيقني من ورا برضو تاني. بس في الاتجاه ده. فزيقني في نفس الاتجاه بتاعي. يبقى بيزود سرعتي في الاتجاه بتاعي. يبقى بالنسبة لي هي العجلة دي موجبة. تمام كده? تمام كده. يبقى العجلة موجبة يعني معناها ان هي بتؤثر على الجسم ان هو يتحرك في نفس اتجاهه. على عكس الفرامل. لما بتكون انت ماشي في طريقك. اهو. وانت ماشي كده. ده اتجاه الحركة او اتجاه السرعة. قابلك هنا ما طب. حضرتك امتداز. هب على طول كده دست فرامل عشان توقف. الفرامل دي معناها قوة في عكس الاتجاه بتزقك توقفك. العجلة اهيه. العجلة دي معناها ايه بقى? ان هي سالبة. ايه العجلة دي سالبة بتقلل السرعة بتاعتك عشان توقف. المفروض دي بقى نروح نشرحها فين? هنا عشان ما نبقاش ملبخين الدنيا. فاسبنا من كلمة فرامل دي. خلينا تعالى نشرحها هنا عشان يبقى كل حاجة معنا في سهل. هل العجلة السالبة ينفع اقول عليها ان هي عجلة تناقصية? قلنا لا. كنا مين اللي تتناقصي? السرعة. يبقى هنا بنوصف برضو السرعة. يبقى السرعة تناقصية بتقل. هنا السرعة منتظمة سابتة. هنا السرعة تزايدية. بتزيد. تمام كده? طيب السرعة تناقصية امتى? لو الجسم كان ماشي كده زي ما احنا قلنا هو. فيه ماشي بسرعة فيه. اتجاه هده الموجب. وانت انا دست فرامل عشان اوقف العربية. والفرامل معناها ان انا بأثر بعجلة سالبة في عكس الاتجاه. تمام كده? السالب بحطها لو انا ما فيش اتجاه. نعم لو حاطط لك الاتجاه كده وبقول لك ايه? فده الايه معناها كده. طيب الايه دي بقى قمتها كم? قمتها خمسة مسلا. عجلة بتساوي خمسة متر على الثانية تربيع واتجاهها زي ما انت شايف. دي بقى لما انت تيجي تعوض بتحطها سالب خمسة. ليه? ان اتجاه العجلة عكس اتجاه السرعة. يبقى العجلة عكس السرعة. العجلة دي اسمها ايه? عجلة سالبة. يبقى ما يقابلك في مسألة يقول لك ده سلسائق على الفرامل آآ فأثرت على العربية بعجلة مقدرها خمسة متر على سنية تربيع. لما تيجي تعوض ما بتعوضش عن خمسة. بتعوض عن سالب خمسة. ليه? لان الفرامل في عكس اتجاه الحركة. طيب لو عايزين نرسم علاقات تيانية او منحنايات زي دي توصف الحركة المجابة او التالبة. طيب هروصف انهي حاجة. وانا شرحتها في المسال ده لان المسال ده اسهل شوية. تقدر تقارن ودناك تجيب التلات حاجات مع بعض. سواء العجلة او المسافة او السرعة لنفس الحالة الواحدة. يعني التلات منحنايات دول بيوصفوا نفس الحالة. ان فيه جسم بيقطع مسافات متساوية في ازمانة متساوية. اهو. ثلاثة خطية معناها كده. الاسوريته سبتة. يعجلته صفرية. طيب تعالنا ناخد المجابة. لو خدناها بالدور اهو. العجلة. هي علاقتها بالزمن. قلنا العجلة هنا. انا افترض ان هي العجلة دي المنتظمة. ايه عجلة منتظمة يعني سبتة. طيب العجلة سبتة معناها ان هي كده. طيب كده دي عملتها بدأت من هنا ليه? مش ممكن ابدأ من صفر ممكن ابدأ من سالب. اه بس انا بقول دي عجلة مجابة. ابدأ من جزء مجب. والمعنى ان العجلة مجابة ان احنا قلنا السرعة ايه? طيب هارس المنحنة السرعة. زيودية تزداد بين الصفر وبعدين زادت 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 زادت. قلنا دي اني سرعة. او عجلة منتظمة يبقى بيزداد بمقادير متساوية خلال ازمنة متساوية. نرجع كده بدماجنا الوراء خطوطين. نفتكر السرعة لما كانت سبتت. معناها ان الجسم بيقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية فطلع لنا الحط ده. هنا بالزبط العجلة سبتة. معنا ان الجسم بيقطع او بيبير سرعته بمقادير متساوية خلال ازمنة متساوية. لما رسمه هتكون كده. فبنرجع اكتر 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 للفيديو اللي فات. نقول لما السرعة التليجرون. عشان نشوف مين فيكو اللي هيكون صح ولا هيرسمها صح. هو اللي هيفعوز معنا ان هو هيدخل معنا المحتوى الخاص التلمي التاني مجانب. ودي تاني مرة نقولها. ما فيش حد بيتابع الا واحد او اتنين هو اللي بيجاوب. دي فرصة قدامكم وانتو اللي بتضيعوها. لو جينا بقى هنا بالمثل العجلة. هي علاقتها بالزمن. الله دي عجلة سالبة. بنفروض ابدأ من تحت يا مصدر. يبدأها كده. طيب لو انا عايزها بقى كمنحنة سرعة. دي السرعة ودي الزمن. العجلة سالبة معناها ايه? سرعة بتقل. انا راح واحد رسمها لي تحت. العجلة سالبة. هي السرعة عليها قيمة. وبادقة تقل. طب العجلة تبتة ولا متغيرة? تبتة. تبقى السرعة بتقل بمقادير متساوية خلال ازمنة متساوية. تبقى يبقى خط مستقيم وبقل. طيب الازاحة بقى العبكاري اللي فيه كلها. مرضو يبقى على التليجرون. اجابة سؤال الحصة رقم تقريبا اربعتاشر وهي حصة العجلة. ده السؤال بتاعكم اللي انتم هتجاوبوه على التليجرون. احنا الوقت اتكلمنا عن كل انواع العجلة. هل هي منتظمة ولا ايه المنتظمة? ايه بس سؤال اخير في الحصة. وهو ايه? احنا سألنا سؤالين. سؤال بتاع الازاحة في حالة السرعة دي. العجلة الموجابة. في حالة العجلة السالبة. اخر سؤال اللي انا سألته من شوية. ايه هو? انفع ان السرعة العجلة الموجابة تكون تزايدية او تناقصية. الموجابة. لك لا لا استنى استنى استنى. مش العجلة التزايدية. السرعة اللي هي تزايدية. انما العجلة الموجابة هل معناها ان هي تزايدية ولا لا? هل ينفع العجلة تكون موجابة تكون تزايدية او تناقصية زي ما انا قلت وقتها. للا لا. لا يشرحي الجزء ده صح. بالزبط نتيجة فهموا المعنى من العجلة منتظمة وجه المنتظمة. ومعنى العجلة الموجابة والصفرية والسالبة. يكون هو هيفوز معنا ان شاء الله التلمتاني برضو ان يدخل معنا المحتوى كامل مجانا. قدير ما يدفع لي فلوس التلمتاني في المحتوى الخاص اللي هو الدرس الانلاين. تمام كده? دول كده تلات اسئلة هنتظر اجاباتكم عليها. آآ رابط التليجرام اللي هتبعتوا عليه الاجابات في الوصف بتاع الفيديو. طبعا انا باخد اول اجابة بس. لو حد بعت اجابة. الباقي كله نقلها منه. طبعا مش هيلزمنا في حاجة. الطالب اول واحد صاحب الفكرة الصح هو اللي بيفوز بس. تمام? تمام كونوا استفدتم من الحصة. هتراجعوا حصة السرعة مع حصة العجلة. كان بكرة ان شاء الله فيديو حل الاسئلة على السرعة والعجلة. امتحان هيكون فيه الافكار كلها. آآ اللي بجمع او بتميز الدرسين مع بعض. واحنا قلنا ان الاساس هو الفصل الجاي اللي فيه افكار كتيرة. نركز فيه ان شاء الله الحصة الجاية. اخدوا كل مرة واحدة. عشان نربط التلات دروس ببعض. لان هم اصلا كلهم فكرة واحدة. لان اساسا هتلاقي كده عنواني الدرس يقولك تابع معادلات الحركة. تابع تطبيقات معادلات الحركة. يعني هم كلهم يعتبروا حاجة واحدة. احنا برضو هناخدهم حاجة واحدة. نركز في الفيديو الجاي كويس جدا جدا جدا. عشان نبقى اهمين ونعرف نحل اي حاجة تقابلنا. نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.